اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس انشاء متجر الكتروني احترافي في 2021 النهاردة جماعة الجو سقعة جدا درجة الحرارة 13 وبالليل 9 فمش عايز اقول لكم يعني الجو سقعة ازاي النهاردة لولا غلوتكم عندي ما كنتش نزلت وسجلت الفيديو ده الحقيقة يلا بينا نبدأ بقى موضوع النهاردة استأذنكم اشرب الي ينسون معاكم يدفيني شوية اهلا بيكون في الدرس الخامس من دروس كورس انشاء متجر الكتروني احترافي في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن استخدام كوبونات الخصم وازاي بيها تقدر تزود ترافيك متجرك الالكتروني وتخلي العملاء ترتبط بموقعك عن طريق كوبونات الخصم وتسويق الكوبونات دي بالبريد الالكتروني النهاردة هنكمل كلامنا عن بقية اعدادات الوو كوميرس انشاء صفحات تصنيف المنتجات وايه هي صفحات التصنيف يلا بينا نبدأ بعد الانترو معاكم حمد صبري من ويتو اي بيزنس القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك لو ده اول درس بتشوفه من دروس كورس انشاء متجر الالكتروني احترافي في 2021 هتلاقي كل الدروس اللي فاتت في الوصف تحت الفيديو لو لسه مشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة او الواحد لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل يلا نروح لشاشة الكمبيوتر ونبدأ على طول في قائمة وو كوميرس هنلاقي في حاجة اسمها اوردرز تعالوا كده نخش عليها صفحة الاوردرز زي ما احنا شايفين دي بيكون فيها اوامر الشراء او اوامر التوريد او طلبات الشراء حالة كل طلب وازاي حنقدر نتعامل معاه شايفين هنا في نمازج لطلبات شراء وده تاريخ طلب الشراء اما الستيتس ده حالة الطلب والتوتل ده اجمالي المبلغ لكل طلب يعني ده انهولد يعني طلب موقوف كانسلد تم الالغاء انهولد برضو موقوف دلوقتي هندخل على الموقع وهنعمل طلب شراء هنشتري منتج وبعد ما هنعمل طلب الشراء هنروح للداشبورد عشان نشوف ايه اللي حصل فيه يعني مثلا انا هروح للالترا سكيني فيت سويت هفتحه بلاقي مواصفات المنتج ده الكاتجوري بتاعه مواصفاته والسعر وده الديسكريبشن بتاعه وهنا لو عايز تعمل شير للمنتج وده الرليتد برودكت انا هعمل ادتو كارت هنلاقي اهو شكل المنتج وسعره هنا لو انت معاك كوبون كود وهيتطبق معاك هقول بروسيد تو تشيك اوت هنروح في الو كوميرس في السيتنج وهنروح الى البايمنت وهنعمل هنفعل الكاش اون ديليفري احنا ما كناش فعلناها فعلها وهنضغط هنا على سيت اوب مش هنطير حاجة وهنقول سيف تشينجز بعد ما نحمل بس كده احنا سيفنا نروح هنا ونعمل ريفرش هتلاقي ظهر عندي اهو الكاش اون ديليفري هاختاره باي وتكاش اون ديليفري هكتب هنا بقى الداتا بتاعتي ماشي وده الايميل ادرس بتاعي ده لو انت عايز ان انت الشحن بالعنوان تاني بس بعد ما خلصنا هنا الشيبينج لوكال بيكاب طبعا هو حددها لي اوتوماتيك ما حطي لي الشحن لان انا مش عامل وسائل شحن تانية I have read and agree to website term and condition ماشي وهقول place the order تعالوا نرجع بقى للداشبورد ونعمل تاني نخش على ال orders هتلاقي اهو ال order 319 محمد صبري من 53 ثانية هتلاقي ال status بتاعي processing شايفين انا عندي في ال orderات 3 احوال او 3 status ياما processing اول ما ال order بيوصل ده default status default بتاعي انه بيبقى processing on hold لو ال order بتاعي في مشكلة فبعلقه بعمله on hold معلق completed ال order تم خلاص وبجهزه للشحن فبعمله completed يبقى ده الايه اللي بيحصل وبلاقي هنا ان فيه order 1 يبقى ده ايه اللي بيحصل بقى لما العميل بيخش يعمل order بلاقي عندي هنا notification زي ما احنا شايفين ان فيه order اتعمل وبلاقي ال order ده ايه مسمى عندي بيظهر عندي هنا وببتدي اشتغل عليه كده ده اللي بيحصل فيه لما بيحصل عندي order معين عندي بعد كده الجزء الخاص بالreports تعالوا ندخل عليه ده المكان اللي بعرف منه حجم المبيعات يعني زي ما احنا شايفين ده اخر 7 ايام اللي هو ال order اللي احنا عملناه دلوقتي وده ال average gross daily sales ده المتوسط اللي انا بحققه في اليوم هنا ال order placed 1 والايتم purchased 1 تعالوا نشوف كده لو ضغطت على يير عشان عايز اعرف المبيعات خلال السنة مفيش حاجة طبعا متسجلة غير ال order اللي احنا عملناه عشان كده هتلاقي مش ظاهر حاجة هنا انا ممكن اعمل من تاريخ معين لتاريخ معين ده كان السيلز باي ديت فيه كمان السيلز باي برودكت هتلاقي هنا البرودكت اللي حصلت عليه مبيعات ultra skinny suite هتختار البرودكت عشان يظهر المبيعات بتاعته اهو ظهرت هنا انا حققت مبيعات وهنا بيظهر لك باليوم انت كل يوم حققت مبيعات كام من المنتج ده وعندك البرودكت سيرش عشان لو عايز تسيرش على برودكت معين هنا التوب سيلر عايز تعرف ايه اكتر منتج بيبيع عندك ده الكاستمرز وهنا حتلاقي اللي ستوك او المخزون لو انا عايز اعرف انا عندي ستوك قد ايه من كل منتج وكمان تقدر تطلع المبيعات بالكاتجوري او بالكوبون طبعا هنا نو لو ان ستوك لان ده المنتج اللي ستوك بتاعه قليل وده الاوت في ستوك وده الموست ستوك او احدث المنتجات اللي دخلت المخزن او جبتلها ستوك ودخلت المخزن لما ندخل على السيتنج ونضغط tab advanced هنلاقي الجزء الخاص باعدادات صفحات الوو كوميرس وزي ما قلنا في فيديوهات اللي قبل كده ان الوو كوميرس بيعمل الصفحات دي تلقائي لكن ممكن جدا يحصل ان ما يتمش هذا الكلام وتضطر ان انت تعمل الصفحات دي بنفسك وده اللي احنا عايزين نعمله مع بعض دلوقتي هنروح للداشبورد لبيجز ونضغط على add new هنا هتسمي الصفحة بالاسم اللي يعجبك المهم اني تفهم منها انها سلة المشتريات او الكارت فاحنا ممكن هنا نسميها basket هنا بقى هنبدأ نحط الكود اللي هو هيفتح لي سلة المشتريات جوه الصفحة او الكارت والاكواد زي ما اتفقنا هتلاقيها في اللينك اللي موجود في الوصف تحت الفيديو هتلاقي كل الاكواد الخاصة بالبروجيكت اللي احنا بنشتغل عليه بمجرد ما احط الكود هلاقيه هحطه لي في سيكشن اسمه short code بعد ما هنخلص وحطينا الكود هنروح نعمل publish على طول ونضغط publish تاني وبنفس الطريقة اللي عملنا بيها الصفحة دي تعالوا كده نشوف الصفحة اهي your card is currently empty بقت صفحة الباسكت زي ما احنا شايفين من اللينك اللي فوق وبنفس الطريقة زي ما عملناها هنعمل صفحة لتشيك اوت مع تغيير الكود الخاص بالصفحة الصفحة اللي بعدها هي صفحة my account ودي الصفحة الخاصة بحساب العميل هتعملها برضو بنفس الطريقة وبعد كده صفحة المنتجات وصفحة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية مع ملاحظة ان صفحة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية دول ما لهمش اكواد لكن هم عبارة عن نصوص وان شاء الله هنعملهم مع بعض لاحقا بعد ما عملنا الصفحات هنرجع للإعدادات المتقدمة للوو كوميرس هنروح للسيتنج وبعد كده نروح لأدفانسد ونحدد الصفحات من هنا صفحة الكارت مثلا نختار صفحة الباسكت اللي احنا عملناها صفحة لتشيك اوت برضو نفس الحكاية حيث my account نفس الحكاية الصفحة الخصوصية كل الصفحات اللي موجودة في الأدفانسد سيتنج هنا ما نساش طبعا اعمل save changes بعد ما خلص التعديلات بتاعتي بعد كده هبدأ اروح الى قسم البروداكت المنتجات عشان احدد منها الصفحة الخاصة بعرض المنتجات اللي انا هعرض فيها المنتجات بتاعتي حاجة هنا في ال shop page هاختار الصفحة الخاصة بالمنتجات زي ما احنا محددينها shop كده من هنا عايزين بقى دلوقتي نبدأ نعمل صفحة لكل تصنيف تعالوا كده نروح الى تصنيفات المنتجات او الكاتيجرز اللي جوه البروداكت ونشوف ايه التصنيفات اللي احنا عاملينها طبعا انكاتيجورايز دي دي بتظهر دي الاوتوماتيك افتراضية عندي الكاجول سويت الفورمال سويت تو بيسز وعندي الفورمال سويت ثري بيسز يبقى انا عندي تلات تصنيفات معمولة للمنتجات بتاعتي هبتدي اعمل لكل تصنيف فيهم صفحة تظهر فيها المنتجات بتاعتي فهروح للبيجيس ودوس اد نيو عشان اضيف صفحة جديدة هبدأ اعمل الصفحة الخاصة باول تصنيف طبعا اسم الصفحة هيكون هو اسم التصنيف طبيعي فهسمي التصنيف الاولاني كاجول سويت البدل الكاجول يعني وهنا هبدأ احط الكود الخاص بالتصنيف ده اهو ده الكود برضو بيحطهولي فيه شورت كود هتلاقي البروداكت اللي هو عدد المنتجات اللي هينزل في الصفحة الكولوم هيتقسمه على 4 كولوم وفي الكاتيجوري هنا هحط اسم الكاتيجوري اللي انا كنت مورهولكم دلوقتي فيه البروداكت كاتيجوري فهحط كاجول سويت عشان هو ده اسم البروداكت ولازم اتأكد انه مكتوب زيه بالزبط يفضل اخده كوبي بيست وبعد ما هخلص هضغط على بابلش وهضغط بابلش تاني وبأكد تاني ان كل الاكواد اللي احنا بنحطها موجودة في اللينك في الوصف تحت الفيديو نضغط على فيو بيج نشوف الصفحة هنلاقي فعلا انه ظهر قدامي البدل الكاجول بس يبقى انا كده قدرت اعمل صفحة لتصنيف البدل الكاجول فقط وهما اربعة وهستخدم نفس الطريقة اللي احنا عملناها بالزبط مع باقي التصنيفات لان احنا قلنا ان احنا هنعمل صفحة لكل تصنيف بنعمل صفحة جديدة بنسمي اسمها باسم التصنيف بنحط الكود الخاص بالتصنيفات لو لسه مشتركتش في القناة اضغط سابسكرايب فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة او الواحد لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك عشان تشجعنا نكمل وبكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة نلتقي ان شاء الله في الدرس القادم من كورس انشاء متجر الكتروني احترافي في 2021 كان معاكم محمد صبري من ويتو اي بيزنس القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة